زمان قدمت على قناة المحور برنامج اسمه الشيزفرينية وفي البرنامج ده كنت أنا الحقيقة بعمل دراسة الشخصية أو الحدث وحللها ففي النص الأول من الحلقة كنت أبقى مع الشخصية جدا ودافع عن كل أخطاقها وطلعها السماء وفي النص التاني كنت أمسك أي خطأ للشخصية دي وبهدلها ونزلها الأرض كانت الفكرة إزاي الإعلام ممكن يتحك عليك أي إعلام في الدنيا إزاي ممكن يتحك عليك ويغشك ويخدعك ويهمك بأشياء لو هو عايز يطلع شخصيات السماء ويتلككلهم على أي حاجة ولو رفيعة ويعمل منهم أصنام أو ينزل شخصيات الأرض ويخسب بها الأرض بل يلحق بها كل الخطايا اللي في الدنيا إيه دي كانت فكرة سيزوفرينيا يعني إنه إزاي إن الإعلام بيلعب ده الشيطان أو ملك إنما ده كان برنامج وكاية فكرة وعلى فكرة نجحت نجح ساحق طبعا هو تشال دلوقتي على اليوتيوب خلص عملت عن عبد الناصر عشان كده هم مسكين لي اللي أنا قلته على عبد الناصر زمان يقول لك زمان كان بيحب عبد الناصر دلوقتي وممسكوا جزء من الحلقة في حلقة عبد الناصر طلعب السماء وفي نفس الحلقة نزلته الأرض وعملت عن الحكيم عملت عن صورة أو انقلاب يوليو عملت عن الدكتور أحمد نظيف نفسه وهنا البرنامج وقف جاء ناس من الأمن الوطني من الأمن الدولة وقتها طلعبوا السديهات ووقف البرنامج تماما ولي كانت أول وقفة ليا قبل صورة يناير إنما دا كان برنامج وفكرة مجنونة وكانت عايزة دراسات على فكرة عملت عن السادات فكرة كانت مجنونة وطاقة وكان بتاخد مني شغل خرافي سواء في الإعداد لأنه اللي كنت بعده أو التحضير أو حتى الأداء الحالة دي حصلت مع السيسي على السوشيال ميديا مع عبد الفتاح السيسي جوه حرب الهاشتاجات ما بين مؤيدين السيسي والمعارضين ليه الأول المعارضين أطلقوا هاشتاج اسمه ضيعت البلد يا فاجر لو عليك واتضفت جملة تانية بس لا أعمل إيش دا هو فضحوا فيه كوارث بتاعت السيسي وبلوا السيسي خلال السنة اللي فاتت في حكم مصر واططلع معها للصدارة بقى من جديد هاشتاج ارحل يا عبد الفتاح أو ارحل يا سيسي نسكت لأ تقوم اللي جان بقى اللي بتاخد من الحكومة فلوس بتاعت السيسي ترد على الهاشتاجات دي بهاشتاج اسمه هنختار السيسي تاني وطبعا يتلاقى في الهاشتاج عشان يبقى ترند مؤيدين السيسي تكلموا عن أهم إنجازاته في بناء المدينة العالمين الجديدة زي ما كتب حساب باسم شريف اللي كتب وقال قول يا شريف قول يا حبيبي مدينة العالمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع رابع مين يا شريف ده بيسلموا الشهادات للعيال بيسلموا بتاع ده كرتون رابع مين بس اسمع بس الكلام وموقعها المميز سيجعلها بوابة مصر على إفريقيا إفريقيا؟ ولا دي في شرق القاهرة فوق فوق نسبة مشروعات غير مسبوقة وجذبت عدد من الشركات العالمية للسمار تم تسميلي شركتين ثلاثة تحية مصر هنختار السيسي تاني ده كان رأي شريف وبدأت الحرب بين الطرفين ويرد المعارضين عليهم ساخرين جدا خليها نشوف عبدالله خش عبدالله رد على شريف وقال له ده عبدالله اللي قال لي شريف غلوب تقولك خد في العالمين الجديدة وانتك بيلا خليك بقعد في الضلمة بالبوكسر ضيعت البلد يا فاجر وجايب لقطة من إحدى مصرحيات ليلين الراملي أوكي مش بس مدينة العالمين اللي جاني السيسي بالطب الله لكن فيه كمان استاد العاصمة الإدارية الجديد اللي كتبوا عنه قصائد ونشروا له فيديوهات من جديد زي ما عملت ناني عملت في التغييدة دي كده نشوف كده حساب باسم ناني الاستعداد الأخير للاستاد العاصمة الإدارية الجديدة يتميز بتصميم الحديث وقد تم تجهيزه بأحدث التقنيات والمرافق الرياضية يعتبر الاستاد إحدى أبرز المعالم الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة عن اختار السيسي تاني ومليون المواطن الجعان هيستفيد بإيه بقى من الاستاد هو عايش في غلاء ووباء زي ما كتب صاحب الحساب ده ضيعت البلد يا فاجر صاحب الحساب ده كألك وضيعت ملايين الناس ووضعتهم في مجاعة وغلاء ووباء لا ينتهي حتى أزمة قطع كاربا اللي مخليها الشعب كله يصرخ منها اللي جاني السيسي طلعين يبراره وخدوه في سكة تانية خالص زي ما عمل باروني اللي بيوصف نفسه على صفحته بأنه مطبلاتي سيساوي دولي قال لك ونت قاعد في بيتك ومشغل التكييف وداخل على النت من الراوتر من الراوتر وبتشرب مياه ساعة زيك وقاعد تشتكي إن الكهرباء قطعت ساعة وافتقد التواصل حياه افتكر رجال اللي كانت قاعدة في الجاو ده تحميك يا سائع والله ما حد سائع غيرك بس ماشي أوكي طب الناس تعمل إيه والعرفة تشتغل والعرفة تستحمى لا هي ولا عيالها مؤددة بسبب قطع كهرباء ده كان رد صاحب الحساب ده عليهم قال له يا فندم كل شوية تقطع الكهرباء يعني لا عارف أشتغل ولا عارف أستحمل حر ده غير ابن التعبان وبيستخدم أناويج أكسجين في البيت وبتبقى كارسة لما الكهرباء تقطع أنا الآن قوي تقلق بس لما اقطع الكهرباء عن أكبر نجفة غير كده شكليات يا مدني ضيعت البلد يا فاجر إرحل يا سيسي طيب الناس اللي بسبب قطع الكهرباء بزرط الأجهزة الكهربائية في فيوتهم هيعملوا إيه هل الحكومة هتعاودهم ده كانت صرخة الراجل صاحب الحساب ده أو في الفيديو ده وعملناك وهو مش عالة اللي جامش في كافيها محطات الكهرباء اللي الدفع فيها مليارات وفي آخر النور بيطقطع وبتروح دلوقتي تتكلم على المحطة زي ما كتبت حساب باسم بنت مصر كيف تده بتتقول اوبا اطلع يا بنت مصر بالتوفيق ان شاء الله اخيها المحطة النووية بقت حقيقة هتنقل نقلة نوعية ربنا يسدد خطاك يا ريس هنختار السيسي تاني انتوا عايزين تعملوا صورة تاني وتخربوا البلد يا خواني يا مرتزقة دي اللي بترواج له كتاب السيسي واليجانه زي اللي كتبته رندا لما كتبت بتقول هنختار السيسي الحرب دلوقتي بقت في كل الاتجاهات حرب غاز حرب مية ارهاب على الحدود خوانة الداخل ومرتزقة الخارج وناس مش عاجبها الوضع وناس بتفكر عايزة تعمل صورة تاني تخيلوا كل ده على مصر كان الله فعون الراجل ده ده شايل وحامل اه يعني شايل جبال يعني وصامد ومش هيطاتي ولا هينكسر لأ هو طاطة حكاية مش هيطاتي دي ما ادقيش عليها قوي لأنه هو الحقيقة يعني ولي ده ساجدا من قبل اي نشاط من قبل ما يبلغ حتى ولي ده ساجدا فهو خلاص يعني اللي فاكرين الصورة ماتت ولا يقدروا يكرره الناس فيها واهمين زي ما كتبت صاحبة الحساب او صاحب الحساب ده واستشهدت بفيديو حفل المغني بتاع الكاريوكي في الجامعة الامريكية من ايام والناس بتغني معاه اغاني يا الميدان واغنيت كل الشارع في بلادي وصوت الحرية بإيه الاخر نشوف كده كتب بيقول الحقيقة اللي فاكر انها ماتت واللي فاكر انه قدر يخلي الناس تكرهها واهم اخر حفلة الكاريوكي في الجامعة الامريكية تقريبا الخميس اللي فات غنه يا الميدان ومطلوب زعيم وإثبت مكانك وده كان التفاعل ارحل يا سيسي